نظمت بلدي تجرمدا باسفيقس يوم أمس يوما تحسيسيا تحت عنوان الحوكمة المحلية والهجرة الغير نظامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجمعية تونس أرض اللجوء وذلك بشراكة مع بلديتي اسفيقس والعين للنظر في موضوع الهجرة الذي يتفاقم كل يوم في تونس عموما وفي اسفيقس بالخصوصة مشروع هذي الهدف متاعه هو كيفية التعامل مع ظهرة المهاجرين كفيئة وكذلك كآلية عمل معهم احنا كما نعرف تونس ولا فيها عدد لبأس بيها من المهاجرين الغير نظاميين في اسفيقس بالذات ولا ويعدوا بالألاف كيفية التعامل معهم احنا كبلديهات كفئة بوجودة في المناطق متاعنا نحنا اليوم في يوم تحسيسي بمناسبة المشروع اللي هو مشروع تحسين التنسيق حول الهجرة من قبل الجهات المحلية الفعلة في اسفيقس هذا مشروع بشاركة مع ثلاثة بلديتيات اليوم بلديتي اسفيقس بلديتي جرمده وبلديتي العين المشروع هذا الابجيكتيف متاع مشروعنا اللي هو اول الابجيكتيف بيصير هو تحسين التنسيق ما بين الجهات المحلية الفعلة وما بين السوسيتي سيفيل لوكال اللي في اسفيقس جمعيات هذه المبادرة الاولى من نوعها التي اطلقتها بلديتي جرمده مع مشاركيها تسعى لاجاد حلول لملف الهجرة الغير نظامية وهي تجربة جديدة تسعى لخلق اليات للتنسيق بين الهيئات العمومية والهيئات المحلية للخروج بقرارات جذرية ويبقى الهدف الاساسي من وراء هذه المبادرة تحسين حقوق المهاجرين في اسفيقس وتونس على حد السواء سيما وان عدد المهاجرين في تزايد يوميا